بسم الله الرحمن الرحيم اليوم سنتحدث عن البيم بالنسبة لشركات المؤولات وليس الشركات الاستشارية هذا هو الفيديو الذي كان لديه الآن سنتحدث عن شركات المؤولات سنجد ثلاث مراحل أساسية في الشغل التندر والبريكنستركشن والكونستركشن في التندر هذه المرحلة الأساسية يبقى فيه فقط تطوير للبيم موديل من الاستشاري لو فيه حاجة محتاجة انه تتعدل فيه سايت بلاننج اللي هو لجوستيك بلاننج انا شغلت فترة في شركة المؤولات فكن اي مشروع قبل ما نبدأ فيه بنعمل لجوستيك بلاننج ونشوف يعني ايه الموضوع ده بعدين البريكنستركشن ببدأ راجع على الموديل اللي الاستشاري بعته متأكد انه سليمة في شامس ساكل خالص بنشوف السكدولات ونراجع الشغل اللي هو الموديل مع السكدول بتاعي ونشوف 4D ثم بقى الشغل الحقيقي بيبقى اهم حاجة بالنسبة لي كونستركشن كوردريشن الشوب دروينج بيبقى الفابريكيشن الاسبلت موديل في الاخر خالص بعد ما بخلص شغل خالص بجهز الموديل ان انا بعته بالفاسيلتي منجمينت طيب دروات اللي احنا اتكلم في اول مرحلة اللي هي الاتندر ممكن ان تكون انت اصلا الراجل بيبعتلك الاستشاري بيبعتلك الحاجاته دي وانت بتحولها لبيم او هو بيبعتلك بيم يعني كل مشروع ولي حالته الخاصة احنا نفترض ان هو بعتلي الحاجات بيم فانا لازم قبل ما ابدأ شغل خالص في الماولات بعمل يعني بشوف الموقع العام بتاعي الجزء ده انا هبني فيه طب وحواليه لازم بقى فيه مكان ان نخزم فيه الماتيريا اللي هنشارع عليها يعني مثلا لو فيه حاجات بريكاست او فيه بواب او شبابيك او فيه حاجات خاصة بالدقطات حاجات خاصة بالكهرباء الحاجات دي قبل ما بنركبها بنحطها في المكان مخصص مخزن وبرضو بقى فيه مكتب للمهانسين اللي شغلين في الموقع بحيث ان هما يضروا يعدوا جنب الموقع ومرائبين من الموقع ويستلموا الشغل ويبدأوا الشغل فيه فده مهم جدا مطال ان انا جهز الجوستيك بلانينج ويبقى عند الموديل السايت بلانج فببدأ احط الشغل بتاعي وبعرف ايه اللي موجود فيه وبعدد بقى اهم الاماكن طبعا لها شروط بس بقى برضو بحدد الاماكن بتاعت الكرين بحدد ايه الحاجة اللي هتبقى قريبا من البوابة بحيث مثلا ما عودش هلف عشان حط الخزن الحاجات بتاعتي ببدأ شوف ايه الحاجة اللي انا ايه الاماكن اللي هتحط المكاتب بتحط فين هتترس ازاي طيب البموديل لو فيه حاجة مش واضحة ببدأ احاول انا احلها او ابعت للشاري اولو الحاجة دي مثلا فيها مشكلة مثلا او مش اتعرفها صح او فيه معلومة نقصة او فيه معلومة مفروض او بمشه هي اللي يحطها انا هتحطها ابدأ احطها ببدأ اجهز ايه حاجة لو قولiprze مبعثش بابدأ اجهز اشوف ايه الحاجة اللي تبقى قد بده او ده لو ابعت للمادل ببدأ اشوف افتح الموديل فيه بل برجى فيها زرور باشوف منه الورنين بحيث لو فيه اخطاء موجوده اعرف ايه الاخطاء حاول ان انا اه لو اخطاء كبيرة أبعت الاسشاري يطلحها لو في حاجة بش موجودة حاول اخد ساكاشن سري دي عشوائي بحيث ابدأ شوف اذا كانت في حاجة نقصة او لا اول ما استني من الموديل وعندي مثلا بقى فيه برنامج يشوف لي مثلا ايه الحاجة اللي خبطة في ايه او ايه الحاجة اللي فهم مشاكل زي مثلا نفس وركس بحسب المثال طيب وبعد كده اللي بابدأ شوف الاسكادولات اشوف التكلفة هتبعد ايه ممكن نكونوا بعتلي الجداول بس بش كاتف فيها الاسعار ابدأ انا شوف الاسعار وحسب الاسعار اللي اشغال معهم بعد كده في البریک ونستركشن بابدأ شوف الموديل بابدأ عندي الموديل المعماري والانشائي والكهروميكانيكل بابدأ احطوهم مع بعض في موديل واحد وابدأ ادى كل واحد يوم لون بحسب بقى شايف وعرف ده مثلا يعني مثلا هخلي المعماري اصفر الانشائي مثلا لون ازرق الكهروميكانيكل مثلا تكييف لون الكهرباء لون البلامينج لون بحسب بيبقى سهل جدا ان انا شوف الالوان ولو فيه حاجه اللي لديتها مش مزبوطة ابدأ اعمل ابعت ار اف اي بحس اه افهم هل انشائي يقصد ايه بالحاجه ديات يعني فيه اي خطأ او حاجه مش خطحه بابعت ار اف اي فيها بابدأ افحس الموديل الاستشاري بعته اتأكد ان كل الموديل على نفس الليفلات ما ينفعش مثلا يكون هو عامل الليفل واحد مثلا 5 متر في الانشائي وعمله في المعماري مثلا 7 متر فاتأكد ان كله زي بعض الجرد كله زي بعض كله متطابق ما فيش حاجه خطف حاجه بابدأ اشوف ساكاشن لو في اي ساكاشن عايز تشوفها بتبدأ تعمل ووكسرو جوال مبنى بحيث تبدأ تمشي كده تشوف لو فيه حاجه مش مضبوطه تبدأ تلقطها ممكن في بعض الاخطاء البرنامج بتاع كله شرط ما يجيبهاش بس بعينك تشوفها يعني كان فيه مرة مسلا تسلم كان فيه اماكن مفروض تحط فيها الكاميرات ويوش محطفها خالص فلما كنا عاملين ووكسرو جوال بنا من الحاجات ديت فبعتنا له ونلقض بحاجه نقصه ما كانش البرنامج نفسه ووركس أفاشه تبدأ بقى تعمل اسكادول بالحاجات اللي عايزة تتعدل ومين اللي هيخد الوضع ده مين اللي هيخد الوضع ده مين اللي هيخد الوضع ده يعني مثلا حاجه في انشائي مع حاجه مثلا تكييف تبدأ تشوف مين اللي مفروض ياخد الاكشن ويصلح الحاجات ديت الكلاشات بابدى اعمل جدول بها وحدد مين اللي مفروض ان هو يحلها وممكن ما فيه لقاء كده بيننا وبين الاستشاري نقعد مع بعض نشوف المشاكل كلها ونحلها في قاعدة يبقى مجهة هزانا الكلاشات واماكينها والحاجات وبعدتها له بحيس برضه يرجعها مع نفسه ومفروض تحرك ازاي او تحل ازاي ومفروض حالك شدة ما يبقاش في اخر مشروع لا ده كل فترة كده بنبدأ نقعد مع بعض نشوف حل المشاكل الموجودة ازاي بنعمل 4D بحيس ان انا بشايف الخطوات بتاعت الممنة وبالذات مثلا الحاجات اللي هي تحت الارض الاساسات هتحفر في اني زونة وعند كاس زونة اني زونة اللي هتبدأ الحفر فيها الحاجات دي كلها بنروبوتها بالجدول الزمني سواء برمافيرا او اميس بروجيكت لما بتشوفها بيعنيك مجسمة 4D بتبقى حاجة مفيدة جدا ورهيبة جدا طيب بروح بقى لمرحلة الكونستراكشن ده بقى الشغل الحقيقي بنبدأ نشوف بقى المشاكل نحل المشاكل برضو نكمل حل المشاكل لما انت بتبدأ في المرحلة اللي قبل كده حلست شوية المشاكل بتبدأ المشاكل تبدأ تقل نبدأ نشوف نفحص الموديل الأخير اللي جالنا نبدأ نشوف هل فيه عناصر نقصة او فيه معلمات نقصة او فيه حاجة خبطة في حاجة او فيه حاجة محتاجة اتخاذ قرار نبعتها له برضو نشوف مثلا حاجة بش مظبوطة او مثلا ممكن يكون هو حاطة طفاية الحريب مثلا قدام مدخل إزاز فشكلها بش حلو نبدأ نتنقش في الحاجات دي كلها بنبدأ احنا ناخد الموديل ده ممكن ناخد منه كذا بلان ونبدأ نعمل احنا اللي هو موجود على المقاول اللي هو الاستشار المفروض ان نعمله من البيم موديل الديتيل والتو دي لائم برضو بنطلعها ممكن ناخد بعض السيكاشن ونزبط يعني ناخد سيكشن وبعدك اضيف المعلومات والارتفاعات اللي انا محتاجها على السيكشن دوت مفروض كل الاقسام مرتبطة بالواحدة بتاعت البيم فمثلا الحاصر خلاص هو دوره انتهاء الحاصر بيجيله جاهز من الموديل بتاع البيم اي قسم مثلا في حاجة بشواضحة وعايز بش قادر تخيلها يجالنا نعمله سيكاشن بنبدأ نتعاون مع بعض بحيث ان احنا نطلع الشغل قويس لما الشغل بيخلص خالص بنبدأ بقى نعمل نجيب 3D سكان بنحطها في كل الغرف وبقى فيه زي ورقة كده محتوطة على نقطة بحيث لما عمل سكان للنقطة ايه للغرفة الف والغرفة بيه يبقى نقطة الوصل بينهم يعني انا معي معمولة هنا البوينت وهنا البوينتس عايز بربطهم بعض فبربطهم عن طريق الورقة اللي كتحت فيها النقطة ديت بحيث ان كل الاماكن تبقى مروطة بعض سعب يبقى فيه اختلافات بين الموديل وبين الاتنفذ النتيجة ان مثلا حد ما عدى فحب يحط التوتش بتاعه فاعدل حاجة فبنبدأ نشوف لو الموديل فيه تعداد طفيفة نعدل في الموديل نجيب الحاجة اللي هتعملت لازر سكان وبنجيب الحاجة اللي هتعملت قبل كده بالبيم ونبدأ نقارن لو فيه اختلافات بسيطة بعدل في الموديل اللي هتعمل بيم قبل كده بحيث ان هو يبقى زي الاسبرت لو وراءنا اللي اختلافات كده ممكن ناخد الموديل اللي هتعمل اسبرت دوت ونعدل فيه شوية وغالبا ما بيحصلش غير لو فيه حد جوه بيحب يحطتش بتاعه او يعدل يعني بدل بعد ما تعملت مثلا غرف كدير وتلاقي واحد قالك لا لا اهدم واعملها بطرقة تانية ساعات بيحصل كده بدون ذكر اسابي بعد ما بيخلص الليزر سكان وخلص زباط الموديل بتاعي ان هو بقى اسبلت ومطابل للواقع بجهز الموديل بتاعي ان هو يبقى جاهز للاوبريشن اند منتنانس بجهزه ان هو للتشغيل اثناء شغل الموقع فلازم يبقى واضح في الموديل بعض الحيات المهمة مثلا التفاقة الخريق ما كانها بيت بالظبط النوعها ايه السبلاير الاكسبلاير الاكسبلاير اداتها يعني هتخلص الموديل الليزر موجودة في الموديل. البريك اوت الجلس يبقى اللوكوشن بتاعها موجود موجود فين? الاسبرينكرر كله موجود فين? والنوع بتاعه والسبلاير بتاعتها? الفلبوت البامبوت بيحد برضو اللوكيشن والطايب والسبلاير والبامب وكلهم بوصلهم على البيمي اس بحيس ان قادر تحكم فيها واغطر او فيها مشكلة وكذلك الاشرارات اي لايت بمتحدد مكانه والطايب بتاعه والسبلاير والاكسو باير داتا لو انا عايز مفروض يتغير امتى? يعني كل الحاجات ديت بتبقى مهم ان انا اعرفها جدا بحيس ان انا لما بشغل في السيانة بتاعت الموديل او المراقبة بتاعت المبنى ببقى عندي كل المعلومات اللي انا محتاجها كل مكنة في النظام تبقى معارف ما كانها بالزبط وهو تقدر تديني اشارة ان فهم في مشكلة ان في عيب اقدر اتحكم وادر ارائب المبنى بعد كده ان شاء الله تبقى في محاضرة كاملة عند الموضوع دوت اشكركم واسف لو فيها اي خطأ